نروح بقى للنادي الأهلي الأهلي يستقن في تدريباته على ملعب التيتش فليه الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستقن في تدريباته صباح اليوم على ملعب التيتش بعد انتهاء الراحة اللي منح الجهاز الفني للعبين أمس ضمن البرنامج التدريبي اللي بيقوم بالأهلي بتنفيذه خدال الفترة الحالية يعني مستر مارسل كورر كمان عقد جلسة زي ما حدرككم شايفين هذه تدريبات النهاردة عقد جلسة مع الفريق جلسة سريعة مع اللعبين داخل التيتش قبل أن يخود الفريق تدريباته البدنية وتدريبات الكرة ووصل ريدا سليم طبعاً وأحمد عبدالقادر تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهم بالجاري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي وطبعاً كمان خارد عفتاح عمل جلسات علاجية النهاردة ودي بعض الفقرات الخاصة بالبرنامج اللي بيقوم بتنفيذه وعقد مارسل كولر جلسة مع الجهاز المعاون اللي على هامش المرال لمواصلة التنصيق والتحضير للمرحلة المجدلة طبعاً المرحلة اللي جاية فيها شوية تفاصيل هنعرف خلال حلقتنا كمان إن فيه معسكر وفيه حاجات كتير جداً لكن خلينا ناخد الموضوع واحدة بعدان